ونفتح الآن ملفا شائكا آخر في مستجدات الوضع اليمني حيث أكد أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد النازحين اليمنيين منذ مارس الماضي يقدر بأكثر من 545 ألف نازح وتعاني منظمات دولية كثيرة ومن بينها برنامج الغذاء العالمي من إيصال مساعداتها إلى هؤلاء النازحين رغم الهدنة التي استمرت خمسة أيام في اليمن وانتهت الاثنين الماضي وللحديث عن هذا الملف معنا من بيروت المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد أبو عساكر أهلا بك إلى سكاينيوس عربية يعني أعداد تقدر ب545 ألف نازح إلى أين يتجهون وكيف تقيم أوضاعهم حتى الآن نعم أخي فيصل مساء الخير لك ولجميع المشاهدين الأوضاع في اليمن بالنسبة للنازحين أوضاع صعبة جدا وصعبة للغاية نحن نتحدث على أكثر من شهرين من المعاناة لهؤلاء النازحين على كل مستويات هناك نقص كبير في الوقود في معظم المحافظات والذي يؤثر بشكل كبير على ضخ المياه إلى الكثير من المدن والمنازل هناك نقص كبير وشح في المياه الصالحة للشرب هناك نقص كبير في الأغذية والمستلزمات الطبابة الأدوية لهؤلاء النازحين أضف إلى ذلك أن المأوى يمثل تحديا كبيرا لهؤلاء الأشخاص يفرون هناك أكثر من نصف مليون من النازحين يفرون من ملازلهم بلا شيء بالخوف والرعب في كل مكان هؤلاء بحاجة لما وهي هم يلتجون للعيش في العراء وفي الأماكن العامة وفي المدارس طلبا للحماية الأوضاع صعبة جدا على وضع أمنهم يتنقلون المكان الآخر النازحون واللاجئون على حد سواء اللاجئون هناك أكثر من 150 ألف لاجئ موجودون في اليمن هم بحاجة لحماية أيضا هناك أكثر من ألف من اللاجئين في المخيمات في خرز والمزرق واحد واثنين والبساتين كذلك هربوا إلى مناطق حضرية طلب للحماية هذه أوضاع صعبة نحن ننظر بشكل وبقلب كبير على حياة هؤلاء النازحين واللاجئين وضرورة إيصال المساعدات إليهم في أقرب وقت ممكن طيب يعني ماذا دعني أبقى معك عن أوضاع النازحين ما هي المناطق التي يتحركون منها وإلى أين ينزحون سيد محمد يعني المناكل لا يمكن هناك لا نستطيع الحديث على مكان آمن نحن نتحدث على اليمن هناك 11 محافظة هي بحاجة إلى توفير الأمن إلى هذه المحافظات النازحون يهربون من كل مكان يهربون طلب للحماية هم يلجأون إلى مناطق طلب للحماية يعني نتحدث على مناطق في عدن وفي صعدة وفي الشمال في مناطق مثل صنعاء وأبيين وعمران كل كل المحافظات هناك طيب ما هي أبرز الاحتياجات وهل تختلف أبرز الاحتياجات وهل تختلف من منطقة إلى أخرى وكيف تتابعون أوضاعهم سيد محمد يعني الاحتياجات الهدنة الإنسانية التي استمرت إلى خمس أيام والتي انتهت يوم الاثنان الماضي كانت بمثابة فرصة كبيرة للمفوضية ولضاقمنا على الأرض من أجل الوصول إلى 11 محافظة في اليمن وتحسس وترقب أوضاع الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء الأشخاص نحن تمكن موظفونا من الوصول إلى عدد كبير من النازحين والتعرف على احتياجاتهم على سي المثال هناك في صعدة مثلا هناك أكثر من 90% من الماحلات التجارية أقفلت أبوابها نظرا للنقص الكبير والشح في المواد الغذائية هناك في عدد كذلك هناك 53 أسرة تعيش في مدى سنة واحدة هناك أسرة مكورة من سبع أفراد واصلوا السير على الأقدام لمدة 12 كيلو من أجل الوصول إلى مكان آمن يوفر لهم الحماية لهؤلاء الأشخاص في صنعاء كذلك في أمانة صنعاء أمانة العاصمة بالقرب من صنعاء تمكن الأشخاص من الوجود اللجوء إلى أماكن مكتظة تحت سقف واحدة كثير من العائلات طلب للحماية هناك نقص كبير في الوقت والمواصلات الذي يحول دون الوصول الكثير من النزحين ما طبيعة المساعدات سيد محمد التي وصلت حتى الآن إليهم وما التحديات التي تواجهكم لإيصال هذه المساعدات خاصة في الداخل اليمني حتى الآن قامت المفوضية بإيصال مساعدات عبر الهدنة الإنسانية خلال الأسبوع الماضي من إسان الجزء الجزوي من مخاز المفوضية في دبي إلى مطار صنعاء الدولي هناك كان هناك ست طائرات تحمل على متنها 150 طن من المساعدات الإنسانية تشتمل على بطنيات وفرشات للنوم ومستلزمات المطبخ هذه كانت تمثل بمثابة اختراق كبير بالنسبة للمساعدات الإنسانية لـ 250 ألف شخص من النازحين واللاجئين على حد سواء هناك كان عشر شاحنات توجهت من صنعاء إلى مخاز المفوضية في عدن الطرق بالإطار العام تحتاج إلى يوم واحد لهذه الشاحنات لتصل إلى عدن ولكن الظروف الأمنية والنقاط تفتيش حالة دون الوصول لمدة ثلاث أيام حتى تمكنت هذه الشاحنات من الوصول إلى عدن ومن أجل إيصال المساعدات إلى المحاوضات الجنوبية المتاخمة إلى عدن هذه المساعدات تمثل فرق كبير بالنسبة للمفوضين من أجل إيصال المساعدات لهؤلاء الأشخاص ولكن تبقى التحديات الأساسية هي بالوضع الأمني نحن نحتاج إلى ممرات إنسانية تسمح لموظفين بالوصول إلى كل النازحين واللاجئين بدون أي خطر على حياتهم من أجل إيصال هذه المساعدات إلى اللاجئين واللاجئين نحن بحاجة إلى نطالب كل أطراف النزاع في اليمن إلى تجنيب المدنيين من ويلات هذه النزاع وبالإطار العام نحن نأمل أن تكون هناك اتفاق سلام واتفاق يحقن الدماء ويوفر الأمن لكل هؤلاء النازحين واللاجئين على حد سواء من أجل العودة إلى بيوتهم في أمان في رأيك ما المطلوب في ظل هذه الحالة من الأمم المتحدة تحديدا وما حجم التنسيق المطلوب لإدخال هذه المساعدات نحن بالمفوضية الساملة والمتحدة للشؤول اللاجئين نطالب جميع الأطراف إلى تجنيب المدنيين من ويلات هذا النزاع وإلى السماح لموظفين بتوفير الحماية لهم من أجل وصول إلى نازحين واللاجئين لتقديم المساعدات الإنسانية نحن منظمة إنسانية محايدة ليس لدينا أي طرف في النزاع القايم في اليمن ولا لنا علاقة بالوضع السياسي في اليمن نحن بحاجة إلى إيصال المساعدات إلى النازحين واللاجئين كذلك نطالب كل الدول المجاورة إلى اليمن بالسماح لليمنيين منهم بطالبي اللجوء في الدول المجاورة بفتح أبواب الحدود وفتح الأبواب من أجل السماح لهؤلاء اليمنين بالدخول والطالبة للحماية لهم ونطالب الدول المجاورة كذلك بعدم رد أي من اليمنين الذين هم بحاجة إلى حماية إلى اليمن ذلك حفاظا على الحماية لهؤلاء الأشخاص أشكرك إذن سيد محمد أبو عساكر المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك